شخصية المسيح شخصية كاملة مكتوب عنه كان يطوف كل قرى الجليل يعلم يشفي يكرز وهكذا عندما وقف في مجمع الناصرة قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكنين والناس كانت تتعجب من كلمات النعمة اللي بتخرج من شفته لكن شو اللي صار ليه ليه يعني ليه العالم بيبغض المسيح لما أرجع لكلمة الله وأرجع لأقوال اللي قالها المسيح ألاقي على الأقل خمس أسباب أخ نزار لو تسمح لي أقولهم من كلمة الله لماذا يبغض العالم وعايز أقول حطها جنبها العالم الشرير البعيدين عن الله لأن عايز أوضح لأحباء الأفاضل هناك أناس ألعنهم الرسول بوليس في أفاس الستة الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد اللي قال عنه مثلا بوليس ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجله لماذا يبغض العالم الشرير المسيح واحد لأن المسيح يشهد على أعماله الشريرة يحنى سبعة سبعة قال الرب يسوع ولكنه يبغضني أي العالم لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة فالمسيح جاء من زي بقية المصلحين والسياسيين والمجاملين اللي عايز يعمل حاجة يعملها لا المسيح جاء وقال على الخطية خطية وعى الشر شر وعى الحياة الأبدية حياة أبدية وأعطى الفرصة لأتباعه أن يتركوه وقال بكل وضوح يعني أي شخص إن أحد لا يبغض أباه أمه أخاه أخته حتى نفسه فلا يستحقني أو فلا يكون لي تلميز في أكتر من هيك وبعدين بقول إن أراد أحده أن يتبعني فل ينكر نفسه ويحمل صليبه يعني عم بحط يعني صعوبات أمام الناس مش عم بسهل الموضوع عم بقول دك تتبعني هذا هو الطريق في يحنى 6 لما الناس سموا عن المسيح بيقول أنه هو الخبز الحي فرجع كثيرون من ورائه رح المسيح بص على التلاميذ بتوعهم ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا شتفرق معايا فأعطى الحرية تماما السابق الأولاني لماذا يبغض العالم المسيح لأن المسيح يشهد على أعمال العالم الشغيرة